مرحبا واضح معاكم الرحال عبدالله السلمي قطاع عنا مسافة 1600 كيلو من جدة إلى الدوحة لحضور منديال العرب من البحر الأحمر إلى بحر الخليج كأول شخص في العالم يقطع جزيرة العربية ماشية على الأقدام قطعناها بمسافة 1600 كيلو لمدة شهرين 55 يوم بالضبط والحمد لله كانت من أحسن ما يكون كانت ممتعة كانت رحلة جميلة السلام عليكم السلام عليكم كيف كانت المسافة؟ كانت متخصص في إدارة اللوجستيات من أفضل جامعات العالم نستخدم تخصص الأكاديمي لرحلتي فرحلتي كانت ماشية لكن قدرنا الحمد لله أن ننصقها وننظمها بطريقة محترفة جداً هذه الشنطة فيها خيمتي فيها بطنيتي سريري مخدتي أكلي شربي مطبخي كل ما أحتاجه خلال الشهرين هذه موجود داخل الخيمة فأنا بشيلها على ظهري وبنمشي في الصحاري وبنقطع مسافات إحنا بنيمشي يومياً من 40 إلى 35 كيلو أجمع شي صار معي في الرحلة أنه الناس بتوقف بتساعد بتجيني بتسألني بتعطيني موية بتعطيني أكل فكنت في صعرة مقطوعة ومهلكة لكن الحمد لله كنت تعبين شعوب عربية تحب وتساعد في لحظات كثيرة فكرنا في التراجع فيها في لحظات وصلت المرحلة أنه خلاص أنا معادة أقدر أكمل لكن اللي حصل أنه طلعت على الشارع العام لأنني حسيت بتعب ودوخة فقط خلاص حمشي على الشارع العام لو تعبت بساعدوني الناس أول ما طلعت على الشارع مشيت مسافة كيلو ممكن طلعت لي شخصية جميلة شخصية معروفة شخصية مشهورة شخصية كبيرة اللي هو الأستاذ مبارك الهاجري زوجة الفنان أحلام فوقف عندي ودعمني وساندني وشجعني على الاستمرارية فالحمد الله تحول الانهزام إلى قوة واستمرت وكملت ووصلت إلى دولة قطر الحمد لله إن شاء الله قبل كأس العالم بيومين رح يكون عندنا تحدي وإحنا نمشي من الساعة الرملية الساعة العد التنازل اللي هو منديال الدوحة منديال قطر 2022 رح نمشي من الساعة الرملية إلى ملعب الافتتاح اللي هو ملعب البيت لمدة يومين في منطقة الخوح فبإذن الله هذا هو التحدي القادم ورح تستمتعوا فيه بصراحة قطر دولة متقدمة وفيها كثير من الجمال ما حصل في الدوحة في هذه الفترة شيء يرفع الرأس شيء نفتخر فيه إحنا كشعوب عربية فشكرا لهم على ما قدموا لنا احنا كمشجعين لكرة القدم شكرا على الاستضافة سعيد بوجودي معاكم وتهنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر